أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تلقيها عدد كبير من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلف الجهات في إطار الحوار الوطني وأكدت الأكاديمية استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنصيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة لتقوم بتجميع تلك المقترحات وعرضها للحوار ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة